اشتركوا في القناة غير تقليدية وغير طبيعية عندنا احاديث ونبوءات حكم عليها العلماء بالضعف ولكنها تتحقق في لغز كبير جدا لا يستطيع احد ان يجاوب على هذا السؤال كيف تتحقق الاحداث التي ذكرتها النبوءات التي حكم عليها قطعا بالضعف والاجابة لا يوجد تعليق الشيء الملاحظ الفترة الماضية بالتحديد الايام القليلة التي مضت هي ظاهرة الرياح الحمراء يسبقها السماء الحمراء كما رأينا جميعا في سماء الصين عندما اكتست السماء باللون الاحمر الدموي المرعب ثم رأينا بعد ذلك الرياح الحمراء في العراق عواصف ترابية جعلت المشهد المشهد يكتسي باللون الاحمر والغريب في الموضوع ان هناك احاديث ونبوءات تكلمت عن وجود رياح في حمراء في اخر الزمن تضرب اماكن معينة وكان من ضمن هذه الاماكن العراق ولا احد يحلل لنا المشهد من زاوية تفسير النبوءات النفي ثم النفي هو شعار المرحلة طبعا ما نرى من نبوءات تتحقق على ارض الواقع انتقل الى مصر عارفين كلنا تقص ومناخ ما قبل ظهور الامام المهدي تقص متقلب حتى ان ذكرت الاحاديث التي حكم عليها بالضعف وضح بوضوح انها ضعيفة انها رويات ضعيفة ولكن تتحقق ويا للعجب من ضمن الاخبار التي تكلمت عن تقص ما قبل ظهور الامام المهدي التقص المتقلب يعني ايه التقص المتقلب يعني ممكن في اليوم الواحد تشوف فصول السنة الاربعة مجتمعة في يوم واحد طبعا شيء غريب وغير منطقي المفاجأة ان الارصاد الجوية في مصر تخرج علينا باخبار كما يظهر امامنا على الشاشة نقلا عن جريدة المصري اليوم ووطن وغيرها من الجرائد المصرية العربية العربية الارصاد تتكلم عن هتشوفوا فصول السنة الاربعة في يوم واحد كان هذا التصريح منذ ما يعني سبعتاشر ساعة تقريبا هذه الاخبار تؤكد لنا في تفاصيلها ان التقص سيكون متقلب ممكن تلاقي في اول النهار تقص مائل للحرارة ثم بعد ذلك شديد الحرارة ثم بعد ذلك مائل للبرودة ثم بعد ذلك برد واضح جدا هذه الاحداث ايها الاحباب ما كنا نعهدها جمع معايا خيوط الموضوع لكي تصل الى تصور واضح ما كنا نرى هذه الامور تقلبات الرياح الحمراء السماء الحمراء الزلازل والبراكين والاعاصير كل هذه الامور تنذر بحدث كبير ايها الاحباب انتبهوا الارض تمهد بالمعنى الحرفي للكلمة الارض تمهد لحدث كبير جدا طبعا موضوع ظهور الامام المهدي موضوع يعني انا باعتبر انه مسألة وقت ولا استطيع ان اقع في فخ التوقيت واضع مواقيت معينة ولكنني ارى ان الامر يوما بعد يوم يقترب من كل الجوانب ومن كل النواحي الامر يقترب من يقول لكم هذا الكلام رجل درس القرآن ويدرسه ودرس الفقه ويدرسه ودرس العقيدة ويدرسها ودرس علوم اخر الزمان وبفضل الله يدرسه يعني مش بنقول هذا الكلام بناء على نظرة سطحية او على توهمات انما نستند في كلامنا الى احاديث ونبوءات وشواهد وعلى فكرة موضوع الحديث الضعيف والروايات الضعيفة بالذات في اخر الزمان احاديث اخر الزمان تلاحظ شيء غريب جدا ومهم ان اي حديث ضعيف ضعفه اهل الاهل العلم له شاهد في الصحيح يعني على سبيل المثال بتتكلم احاديث العائز واشهر حديث يعوز عائز بالبيت فيقتل يمكس الناس برهة من دهرهم هذا الحديث له شاهد في الصحيح وتأمل معي الالفاظ والروايات الكثيرة الصحيحة التي جاءت تتكلم عن العائز يعني في عائز يعني الاحاديث الصحيحة تؤيد موضوع ظهور العائز والاحاديث الصحيحة سمت الامام المهدي بالعائز تصديقا وتأييدا لما ورد في حديث حكم عليها بالضعف ارسل الي البعض في التعليقات تعليقات كلها تتكلم عن تحكم الاعور الدجال في التقص في اخر الزمان فاردت ان انوه لاني لقيت ان في خلاف ما بين الناس في موضوع من يتحكم ان الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في الحقيقة والبعض الاخر يرد ويقول ان الدجال اوتي قدرات تمكنه من التحكم في تقص اخر الزمان انجاز التعبير وفي الحقيقة لا تعارض ايها الاحباب ينبغي الا نضرب الادلة الشرعية في بعضها البعض فالله سبحانه وتعالى هو المتحكم وهو المقدر صاحب التقدير سبحانه وتعالى يقدر الامور ولكن لا تنسى ان هناك اسباب ارضية هذه الاسباب الارضية بن قسين من يتحكم في تقص اخر الزمان كما في المثال يؤتيها الله من يشاء احيانا يؤتيها ويمكنها لعباده الصالحين واحيانا يعطيها للاشرار امتحانا للناس واختبارا لهم لكي يعلم الخبيثة من الطيب ويميز الخبيثة من الطيب سبحانه وتعالى فانتبه الى هذه الفكرة واخيرا قبل ان اختم ستبقى مسألة الاحاديث الضعيفة التي يحكم عليها بالضعف والتي تتحقق بالرغم من ضعفها تتحقق على ارض الواقع ستبقى معضلة وستبقى مسألة تحتاج الى اعادة نظر والى اعادة تطقيق وانا متأكد وانا اقول هذا الكلام ان الامر صعب للغاية جدا لان قواعد علم الحديث قواعد مجردة لا تحابي احد دقيقة جدا وليس الامر بهذه السهولة بارك الله فيكم ايوال احباب انتظرونا باذن الله بعد قليل مع حلقة المساء الرئيسية وموضوع ان شاء الله ينال اعجبكم بارك الله فيكم لا تنسونا من صالح الدعاء عايزين الضغط على زر لايك في هذه الحلقة بكثافة لكي ينتشر هذا المقطع وهذه الحلقة على اوسع نطق بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته